في حيس أيضا أحرقت ميليشيا الحوثي الإرهابية شاحنتين محملتين بالمشتقات النفطية جنوب مدرية حيس وذلك بسبب عدم دفع السائقين الجبيات وقال سكر المحل ليونال اليمن اليوم إن عناصر متحوثة أقدمت على إحراق الشاحنتين بسبب عدم دفع سائقيها مبالغ مالية كجباية فرضتها العناصر الحوثية للمجهود الحربي على السائقين في النقاط الواقعة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بمنطقة دار السبيع جنوب المدرية الذين يسلكون طرق وخطوط فرعية للوصول إلى المناطق والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات